موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من اوريانت نيوز اهلا بكم نبدأها باهم العناوين منظمات حقوقية روسية تدين جرائم بلدها في سوريا وتكشف تضليل الرأي العام حول تكلفة الحرب الامن الاردني يمهل ثلاثة لاجئين سوريين للترحيل قسرا بينهم المعتقلة السابقة حسن الحريري مشا في دمشق تدق نقص الخطر بعد عجزها عن تأمين اسرة لمصاب كورونا اثناء تبلغ عن زوارق تركية اجرت مناورات خطيرة داخل المياه اليونانية الاتحاد الاوروبي يطالب روسيا بوقف انتهاكاتها في جزيرة القرم وتجنيد المدنيين اجباريا اهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة كشفت منظمات حقوقية او لحقوق انسان روسية دورها او دور بلدها في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا ونشرت صحيفة الجارديان تقريرا مفصلا عن دور القوات الروسية في دعم ميليشيا اسد بعمليات القصف الجوي واستخدام التعذيب وادانا تقرير تواطئ الاعلام الروسي الرسمي الذي لم ينشر تقاريرا عن قصف المدنيين والتهجير القسري الذي تسببت به موسكو في سوريا فضلا عن تضليل الرأي العام حول تكلفة الحرب وللحديث عن ذلك اكثر ينضم الينا عبر الهاتف دكتور محمود الحنزة الخبير بالشان الروسي من موسكو اهلا بك دكتور محمود معنا في هذه النشرة بداية لماذا تنشر الجارديان الآن هذا التحقيق بالتعاون مع جهات روسية التقرير اصدرته خمس منظمات حقوقية روسية وطبعا اصدرته بمنتهى سرية وعلى مدى سنتين وعملت لقاءات ميدانية في مناطق اللجوء السوريين ومع السوريين ومع الصحفيين والخبراء وحصلوا على معلومات كلها موسقة والتقرير بشكل عام هو ادانة للنظام السوري وجراء من النظام وايضا ينتقد الموقف الروسي ويقول انه نحن نخجل من سلوكيات السلطات الروسية في سوريا وايضا يعني يسلطون الضوء على انه القارئ الروسي المواطن الروسي لا يعرف شيء عن حقيقة ما يجري في سوريا لان الاعلام الرسمي ينقل اخبار كاذبة وهم يريد ان يعطوا الحقيقة يصوروا الحقيقة للناس يعني هذه خلال عشر سنوات اول عمل ضخم يصدر عن منظمات روسية حقوقية يعني لها نفس بشكل عام معارض او تنتقد السلطة قامت بيعني التقرير حجمه كبير كثير حوالي 200 صفحة ومنشور باللغات الانجليزية والروسية والعربية نعم اذا كيف تتوقع ان يكون رد فعل الشارع الروسي دكتور على مثل هكذا تحقيق ضخم بخصوص تصرفات دولتهم وايضا انكارها او تخبيئتها لمعلومات عنهم بخصوص تكلفة الحرب بسوريا الحقيقة المرة وما يحلف النفس ان هذا التقرير لن يقرأه الا عدد محدود من الروس لانه لا يصحون بنشره في الصحف اولا وسائل الاعلام الروسية لا تتحدث عنه اطلاقا الرسمية هو يعني انا موجود في روسيا انا اول شي سمعت عن التقارير من الجارديان بالروسي وسألت خبراء روس فينا سمعانين فيه ما بدهم ينشره يعني عمليا بشكل عام هكذا تقرير يفضح السلوك النظام الروسي ودعمه للنظام الاسدي يعني هذا فضيحة كبيرة فهن يعتموا عليه والمواطن العادي البسيط هذا يعني لا التلفزيون رح يتحدث عنه ولا يصل للمواطن العادي الا النخب تعرف طبعا انا قمت بصراحة بعثتهم لمئات الروس الخبراء والاعلاميين والمحللين بعدة لغات اقرأوا انتم ليش ما عم تحكوا عن هالمواضيع هذه يعني مفروض حدا يكتب مقالة يكتب شغلات يخافه يخافه من ضغط سلطاته لانه اللي يكتب شغلات تتناقض مع سياسة الدولة يعني يتعرض لمشاكل كثيرة من بما فيها الاعتقال او التهم او مثل ما يصير مع الناشطين والمعارضين الروس حقيقة هون هامش الحريبة اصبح ضيغ جدا في روسيا نعم عندما نتحدث عن النظام السوري فنحن نتحدث عن استنساخ صغير لما يحدث في روسيا من خلال كلامك دكتور الدكتور محمود الحمزة الخبير بالشانة الروسي كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك ابلغت السلطات الاردنية ثلاثة لاجئين سوريين بترحيلهم من البلاد بينهم المعتقلات السابقة لدى نظام اسد حسنى الحريري الملقبة بخنساء حوران دون الكشف عن سبب قرار الترحيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة الى اتحاد الشعب السوري عامة والى كل ثائر وحر وصادق بسوريا انا اليوم استدعوني السلطات الاردنية على دائرة المخابرات وفاجئوني بقرار رحيلي من الاردن انا وعيلتي وشخص يدعى ابو حمزة الصلخدي هو من الثوار المعروفين استدعونا وبلغونا بقرار رحيل واني رفضت اوقع القرار بس ابنه وابو حمزة وقعوا ما بقدروا يتمنعوا وبطلب من اتحاد الشعب السوري ومن ثوار سورية كافة لمساعدتنا نغادر الاردن قبل الاربع عشر يوم كونه لا املك دينار واحد وبيدي تسع جوازات وبدنا تذاكر وبدنا فياز وحالتي يعلم بيها القاصة والداني وهاي عند اهل الثورة الشرفاء والصادقين واني بقول للدكتور صالح رئيس اتحاد الشعب السوري احنا وولادنا امانة برقبة الشرفاء بسورية وبالثورة السورية استهدفت الفصائل المقاتلة مواقع الميليشي قصد في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة اخلت الفصائل عبر معرفاتها انها استهدفت مواقع الميليشي قصد قرب استراحة صقر والخالدية في محيط عين عيسى وذلك ردا على القصف المتكرر من قبل الميليشيات للمناطق المدنية شمال حلب اختطفت ميليشي قصد نحو سبعين شخصان من مخيم الهول بالحسكة قالت انهم ينتمون لتنظيم داعش وتشون الميليشي حملة واسعة في المخيم منذ الاسبوع الماضي بعد محاصرته وقطع جميع الطرق المؤدية الى المخيم تشهد مشافي العاصمة دمشق ازديادا ملحوظا في تدفق المصابين بكورونا وساط عجزها عن تأمين الاسرة للمصابين واستمرار النظام بالتكتم عن الاعداد الحقيقية للاصابات نحن كثير عم تجينا حالات تنبيب وكثير فيه ناس عم يتخرجوا على العناية المشددة وفيه حالات للأسف عم تجي تعبانة كثير وعم تتوفى هون قدامنا ما عم نقدر نساوي لشي لا عم بلاء ومكان من فرسه براء ولا فيهم أماكن عناية وعم تتوفى قدامنا ما قدرنا نساوي لشي سرعة الانتشار اكبر بين السكان يعني زيادة العداد بشكل انفجاري نقص الاماكن كان اكثر بهالمرة ما في حصائيات لكن هذا الملاحظ قد تكون الشدة اكبر بهالمرة قد تكون نسبة وفيات اعلى بهالمرة نحن لا نعرف ان هذه سلالة متحورة اعلنت اليونان عن سلسلة من الحوادث مع خفر السواحل التركي في الممر الضيق للمياه بين جزيرة ليسبوسا اليونانية الشرقية والصاحل التركية يأتي ذلك في وقتين تشهد العلاقة بين الجارتين الحليفتين في الناتو توتران بشكل عام أقل خفر السواحل اليوناني نسفنتين تركيتين كانت ترافقان زوارق تحمل مهاجري باتجاه المياه الاقليمية اليونانية اضافة لدخول زوارق تركية اجرت مناورات بشكل خطير ونبقى في اليونان حيث من جهته دعا وزير الهجرة اليوناني نوتس متراشية سلطات تركية الى الالتزام بالاتفاق المبرم عام 2016 وتراجع عن تلك الاستفزازات غير المبررة على حد قوله هذا الصباح أبلغ خفر السواحل اليوناني عن حوادث متعددة لقيام خفر السواحل والبحرية التركية بمرافقة قوارب المهاجرين الواهية الى الحدود الاوروبية في محاولة لإثارة تصعيد مع اليونان ولا شك ان هؤلاء المهاجرين غادروا الشواطئ التركية وبالنظر الى حقيقة انهم كانوا كذلك بدعم من تركيا لم نكن في خطر ندعو تركيا الى وقف هذا الاستفزاز غير المبرر واعادة هؤلاء المهاجرين بأمان الى تركيا والالتزام بالبيان المشترك بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لعام 2016 بشأن الهجرة طالب الاتحاد الاوروبي بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها بشكل غير قانوني وبيّن الاتحاد أن روسيا تقم بحملة تجنيد إجباري في الجزيرة لدفع السكان إلى الانضمام لصفوف القوات الروسية طالب الدول الاتحاد موسكو بالالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ارتكاب إيران انتهاكا جديدا للاتفاق النووي الموقع عام 2015 وأوضحت الوكالة أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية ويأتي الانتهاك الأخير ضمن سلسلة خروقات قامت بها إيران بهدف الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أي محادثات مرتقبة للحد من قدرة طهران على تطوير سلاح نووي وفي ختم هذه النشرة مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على أوريانسة داشة نيوز دوت نت أم توما سآل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر